ما يقارب 600 ألف مترشح على موعدنا الاثنين مع امتحانة شهادة تعليم المتوسط والتي ستجرى عبر 18 ألف مركز امتحان امتحانات تتزامن مع شهر رمضان جندت لها وزارة التربية الوطنية كافة الإجراءات حيث سيؤثرها أكثر من 637 ألف أستاذ وإيداري في حين بلغ عدد مركز التصحيح 190 ألف مركز دورة ماي 2018 وخلافا السنوات الماضية ستكون دورة دون زيارات رسمية حسب ما أقرته وزارة التربية سعيا منها تأمين الامتحانات نرجع امتحان عادي وافتتاح واحد لهو يمثل كل المدارس في الجزائر وبنسبة لرزنمة الاختبارات فقد برمجت أربع مواد في اليوم الأول استهلها المترشحون بمادة اللغة العربية بداية من التاسعة صباحا تليها مادة العلوم الفيزيائية أما في الفترة المسائية فسيمتحن التناميذ في مادتين التربية الإسلامية والتربية المدنية وعن مواد اليوم الثاني تكون مادة الرياضيات أولى المواد التي يمتحن فيها التناميذ تتبعها مادة اللغة الإنجليزية لتكون مادة التاريخ والجغرافية آخر مادة في الفترة المسائية وفي آخر يوم يختبر المترشحون في كل من اللغة الفرنسية وعلوم الطبيعة والحياة أما اللغة الأمازيغية فيبقى امتحانا اختياريا ترجمة نانسي قنقر